أفمن كان على بينة من ربه كمن زيل له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي بعد المتقون فيها أنهار من ماء ويرئاس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النير وسكوا ماء حبيبا فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عند قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغته فقد جاء أشراتها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزن السورة فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نذر الموشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحابكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبيرهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوا لهم وأملي لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في نحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضرانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الخقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم